موسيقى هاتفكم اهلا وسهلا فيكم انا اريد ان اعتذر منكم في الدرس السابق انا نسيت نقطة مهمة جدا تبع ارتكل د كل الارقام باخدوا الدي كمان وانا ما كتبنا انا عاسف جدا يمكن ان اعتكن من اي يدي احنا رائع ان يجل وانا بايanna احنا باعي 06 احنا باعي 9 احنا باعي 15 اعتقد رائع محش موسيقى วهم في الق written قبل انه اي كلمة اللي يدل الى رجل بياخد ديع بس هذا مو صح تماماً لانه في كلمة او نهاية التصغير باللغة الارمانية خن هاي مدر كتب كتايب يعني بس بالارماني بنضيف خن وهلا شي يكون صغير يعني اذا بتعرفوا انجليزي the maid يعني واحدة ومايد يصغير ميتشن هذه كلمة ميتشن يعني بنت يصغير منشان هك تس ميتشن لانو عنا نهاية تشن بسبب هاي ويسا في شن مابتفى اذا دير دي او دس على طول دس في كلمة كلمة دي فراو دس فراوشن فراوشن في معنى خاصة هاي ساحبات كلمة دس فراوشن يعني من قول في كلمة بشايا وما بيما يمين ساحب فشل تانب تجي واحدة وحدي وحدي هي ساحبات كلمة وفي كامان ساحبات كلمة دس هارجن وو استدددام أو وحديان جميعون دين هرغم قئم تخصد هارجن طالعا ان دي طالعا ان صاحباكن او اي شي تاني حفز هؤسشن ناس ناسشن دس ما صحيح أسرع على مخالفة أنه سمجد مخالفة أنه سكرني أنك أحيانا صحيح أحده من فلنطل إن حينما يجب أي شيء فالنطل وات انهم نقول ويجب انه لأسي ويجب ان يكون wise فلنطل ويجب انه لأسي وليس ويجب ان يكون فيه فاليا فاليا السفر يعني كنت جيدة ايه ولكن السفر 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 تتعلم بس السفر نفس الشيب السفر المترجم للألوان أحيانا ولكن هذا الرسال ، ولكن هذا الأمر جيد ولكن هذا الرسال لنظر ولكن هذا الأمر ليس الهادة ولكن هذا الرسال انه جيدة اشترك في الهاتف افضل شي اذا حفظتو الكلمات مع الارتكل هاي افضل شي لانو فيه قواعد كثيرة بس مو مية بمية و اسهل اذا تعلمتو بس هذي الكلمة بتاخد هذي الادات و خلاص ماشي فيل دانك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة